شحنات الأسلحة المهربة تكاد لا تتوقف في اتجاه جماعة الحوث في اليمن مرة أخرى في خليج عمان البحرية الفرنسية تضبط زورقا يضم أكثر من ثلاثة آلاف بندقية فضلا عن نصف مليون رصاصة وعشرين صاروخا مضادا للدبابات العملية جاءت في وقت أصبحت باريس ولندن تلعبان دورا أكبر في عملية التصدي لتهرب الأسلحة في المنطقة بعد أن تصدرت واشنطن المهمة المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكينز أكد أن الجيش الأمريكي ساعد في مصادرة الشحنة وخلال شهرين تمكنت واشنطن وشركاؤها من منع وصول أكثر من خمسة آلاف قطعة سلاح ومليون وستمائة ألف طلقة ذخيرة إلى اليمن البحرية الأمريكية كانت قد صادرت أكثر من ألفي بندقية من قارب في خليج عمان كانت متجهة إلى جماعة الحوثي إضافة إلى مخدرات تبلغ قيمتها 33 مليون دولار من سفينة صيد في المياه الدولية في خليج عمان الشحنة المهربة من الأسلحة إلى اليمن ليست ولدة اليوم في ديسمبر الماضي أعلنت البحرية الأمريكية مصادرة ألف وأربعمائة بندقية من طراز آي كي سبعة وأربعين من علامة سفينة صيد شمالية بحر العرب كانت قادمة من إيران كما صادرت أكثر من مليون ومئة ألف طلقة من سفينة صيد تعمل بين إيران واليمن فمنذ انقلاب ميليشيات الحوثي في اليمن أواخر عام 2014 كثفت إيران عمليات تهريب الأسلحة جوا وبرا وبحرا وعبر كل المنافذ بلال البجديني الحدث